مرحبا جميعا وياكم محمد من نكس لكتشيرا بمحاضرة جديدة من الباثولوجي محاضرتنا اليوم بعنوان Cell Engineering and Adaptation واحدة من اهم المحاضرات بعلم الباثولوجي لانه تطينا مبادئ اساسية نعرف من خلالها شون الامراض تصير لانه كل الامراض هي تبدي على المستور خلوي خلية تبدي وظيفتها تضرع وتأثر على العضو اللي هي موجودة بداخله فشنو اللي حنناقش اليوم بهاية المحاضرة اللي حنناقشه هو شون الخلية تتعامل ويا التغيرات بالمحيط مالتها على المستوى المايكروسكوفيك تمام فشون تتعامل وياه وياه التغيرات شو بكت هاي التغيرات توصل للحد اللي تبدي تسبب بضرع للخلية وتسبب ضرع نجري وممكن ذات ونشوف بعض الامثلة على هاي الحالة اللي هي لما يوصل بهاي التغيرات الى الحد اللي تسبب بضرع ودف للخلية تمام فكبداية احنا نحتاج نعرف الباثولوجي شنو معنى الباثولوجي هو كلمة من جذرين هي لوغوس وباثوس باثوس بمعنى مرض تمام او مالادي ولوغوس بمعنى علم وهاي يمكن مرة علينا من صفة اول فهو علم الامراض علم الامراض بسرعة ما يتقسم الى عدة ديفيجنز خمس ديفيجنز واكو قسم بعد يضيفون لها ديفيجن اخر فاول يعني هذال الديفيجنز هي الكلينيكال باثولوجي الموليكيليع باثولوجي الهيماتو باثولوجي هستو باثولوجي سايتو باثولوجي ومثل ما قلنا اكو قسم يضيفون عليه قسم اخر اللي هو الفرنزك باثولوجي او علم الامراض العدلي فكبداية الكلينيكال باثولوجي شن الفكرة من الكلينيكال باثولوجي فهذا الجزء من العلم الباثولوجي هم الناس اللي مختصين بتشخيص الأمراض من خلال الفحوصات المختبرية للسوائل الجسم لأنسجة الجسم وما إلى ذلك حتى نوصل إلى دياغنوسيز معين فهذول اللي يساعدون بعملية التشخيص وبالتالي بعملية علاج المريض الموليكيلا باثولوجي شنو شغلهم هذول الباثولوجيست هم مسؤولين أو خلين نقول المنطقة ما لاهتمامهم هي بالجينتكس ما للأمراض فهم يدرسون الأمراض على مستوى جيني يدرسون الدياناي والاراناي ما الأمراض هذا فت شيء كلش مهم حتى نعرف يعني الأساس الجيني الأساس الوراثي ممكن أو يعني لبعض الأمراض بالإضافة إلى أنه ممكن يحدد لنا هذا الشيء أهداف مستقبلية للعلاج وهذا فت شيء يعني هوا يكون عليه أمثلة رح نستكشفها بعدين بالذات يعني بالهيماتو باثولوجي إن شاء الله محاضرات الهيماتو باثولوجي اختصاص الهيماتو باثولوجي هو المفروض كذلك يعني من ضمن الكلينيكال باثولوجي لكن خلوه فرع ببحده كون أمراض الدم هي بحر يعني واسع جداً فخلوه لاختصاص ببحده يختلف عن البقية حتى الطبيب اللي يغتص بي يكون مركز على هذا المجال ويقدر يسيطر عليه فهذا بالنسبة للحيماتو باثولوجي الهيستو باثولوجي هو يعني الاهتمام اللي موجود به هو باستخدام تقنيات أو صبغات معينة للحالات خلو نقول صعبة أو خلو نقول مو صعبة بقدما يعني مبهمة بحيث تحتاج عمليات تحري باثولوجية مختصة أكثر فيستعملون صبغات ما معروفة كلش يستعملون تقنيات ما معروفة كلش حتى يوصلون إلى التشخيص الأخير فهم يعني وظيفتهم مشابه للكلينيكال باثولوجي بس الطريقة اللي أدون بها وظيفتهم تختلف خلو نقول السايتو باثولوجي هو دراسة الأمراض على المستوى الخلوي تمام يهتمون دائماً أنه الخلية الفلانية اللي بفلان تشوف شون تتصرف شون التغيرات اللي صار عليها دائماً هذول الناس هم اللي يستعملون أول اكتشافات بهذا المجال وطبعاً قلنا السادس يمكن هكتبة أفضل فورنزك باث من اسمه الفورنزك باثولوجي هو يعني الطب الأمراض العدلي فيدرسون يعني جثث الأموات زين والعينات اللي مأخوذة من عدهم لغرض اكتشاف التسمم ما لل يعني في حالات التسمم بالنسبة لل يعني الأشخاص المتوفين أو يعني امتلاكهم الأمراض معينة بالذات الأمراض المعدية مثل يعني جنون البقع مثلاً أو أو مثلاً يعني ايد أو غاعة فهذا شغل الفورنزك باثولوجي فهذا هي الأفرع مال الباثولوجي إذا نرجع يعني هي الملكيلا باثولوجي الحماناتو باثولوجي حيستو باثولوجي سايتو باثولوجي والفورنزك باثولوجي يعني مجرد ننطيكم يعني باكا جراوند عن يعني شنو الأفرع مال الباثولوجي حتى يعني هاي شغلات تواجهوها إن شاء الله بالمستقبل وتعرفون كل واحد وعائدتها وين فهنا الكلينيكال باثولوجي يعني مثل ما قلنا يعني هذا الفرع يعنى بعملية تشخيصية فيفحصون عينات من يعني سواء للجسمة أو الأنسجة أو غيرها الموليكيلا باثولوجي يحاولون يعرفون الأساس الجيني الجزائي والكيميائي للأمراض فهذه الأمثلة على يعني علوم الباثولوجي المختلفة حسا نجل فتسؤال حلو مهم يعني هذا فتشي طينا خلي نقول هيكلية نقدر ندغس على أساسها ونتناول دغسة مادة الباثولوجي وهي شون تكون هاي الهيكلية هاي الهيكلية هي مبنية على خمس أسئلة دائما نسألها لنفسنا لما نواجه أي مرحب تمام؟ شنو أول سؤال؟ أول سؤال هو لير صح هذا المرحب شنو اللي يسببه؟ شنو الحافز اللي خلى النسيج الفلاني يتصرف بالشكل الفلاني؟ تمام؟ فلازم نسأل واي أول واحد ثاني سؤال هو هل أمراض يعني هذا المراض هل أكو أمراض مشابهة إلي؟ هل أكو أنماط مشابهة يعني تجمع مجموعة من الأمراض؟ أكو أوجه شبه بيناتهم؟ من أكو أوجه شبه بيناتهم؟ معناها هذول عائلة واحدة خلي نقول وأكو اختلاف بالتفاصيل الصغيرة بيناتهم فهذول نقدر نجمعهم بعائلة أكو صفات عامة تحكمهم تجمعهم والاختلاف بيناتهم هو بالصفات الصغيرة هذا يسهل علينا عمليات الدراسة يسهل علينا فهم الأمراض كون أن الصفات المشتركة ستكون معروفة زيانا راح نشوفها أمثلة كل شو هيا البثالجي ما تحس كل شو هيا فهذا شي احنا نحتاج نعرفه ما يصح ندرس كل يعني خلي نقول مرض على أحده لا هن الأمراض عادة ينجمعا زيانا لأنه أكو إلهم أساس واحد خلي نقول بالنسبة له هيا أمراض يصير الكلاسيفيكيشن على أساسه والاختلاف بين الأمراض يكون التفاصيل صغيرة فالسؤال الثاني هو يعني what are the types السؤال الثالث هو شون صار المرض شنو الميكانيكية شون بدينا من الحالة الصحية وصلنا إلى الحالة المرضية شنو هي الخطوات اللي صارت شنو هي العوامل اللي أثرت على هالخطوات هاي شغلات همنا كلها هندرسها ويعني أساسية بعلم الباثولوجي لازم تتعنون فhow أو الباثوجينيسس يعني هاي الكلمة باثوجينيسس احنا قبل شوية مثل ما قلنا باثو معناهم مرض زيان باثوز ساوي illness وجينيسس معناهم فورميشن تكوين فتكوين المرض شون صار المرض تمام بالنسبة للوير فهو احنا لازم نعرف هي عضو اللي يتأثر زين بهاي العملية المرضية وشون أثر عليه يعني بالشكل زين بالشكل العيني تمام شون نبع عليه يعني بعيننا فالسؤال الرابع هو وير السؤال الخامس هو شنو النتيجة لهاي التغييرات المرضية كلها ش رح يبين على المرض شنو الآثار على حياته شنو الآثار على صحته فهو زين اكو امراض مو ذاك التأثير على صحة الانسان او الانتاجية ماتة او يعني حياته بسرعة ما اكو امراض طبعا يعني مثل ما نعرف لا يعني لها آثار اخرى يعني ممكن تنهي الحياة وهكذا فهذا اني هاي الهيكلية اللي احنا نتوجه بها تجاه اي مرض ليش صار المرض شنو الأنماط او التصنيفات ماتة شون صار هذا المرض وين صار هذا المرض وشنو اثره على المرض فهذا اني الخمس نقاط هي اللي هتحكم التوجه مالاتنا تجاه اي مرض هنواجه فهسا نبدي بموضوع المحاضحة الاساسي اللي هو الـ شباب احنا هنا يعني نحتاج نركز على هذا الموضوع الـ 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 نحن مثل ما نعرف هي مالأي نسيج مو صحيح؟ احنا قلنا بلدينج بلوك بس هي أبعد ما تكون عن طابوقة اوكي؟ هي تركيب حي زين عنده خلي نقول تفاعل ويا المحيط ماتة زين يتأثر بالحولة مثل ما هو يأثر علي فالخلايا مثل ما ندري اكو خلايا بالجلد اكو خلايا بالمعدة اكو خلايا بالعين اكو خلايا بكل مكان بالجسم هذا فالشي طبيعي زين كلهم يمتلكون نفس الـ DNA مو صحيح بس خلية الجلد شكلها فلان شكل لأنه هي بالجلد خلية المعدة تفرز حامض وتفرز ميوكس وما إلى ذلك لأنه هي بالمعدة علما كلهم يمتلكون نفس المادة الوراثية فليش؟ لأنه يعني حتى منفوت بهوائي ديتيلز لأنه الوظيفة مال الخلايا المعينة زين هي اكو بيها genetic determination هاي بمادة الوراثة راح تأخذوها إن شاء الله يعني أكو تحديد للأجزاء من المادة الجينية اللي يصغر لها حتى كل خلية تأدي الوظيفة المطلوبة ومنأتها تمام؟ فهي genetically determined وظيفة كل خلية هي genetically determined الوظيفة والخلية يعني الطريقة اللي الخلية متركبة بها حتى تأدي وظيفتها تخليها مستعدة للتعامل ومحيط مالتها خلية الجلد مستعدة عدها القابلية إنه تتحمل الرطوبة تتحمل الحرارة تتحمل ضوى الشمس صحيح؟ هاي وظيفته وهي مصممة لهذا الشيء بينما خلية مثل الخلية مالبطانة مالمعدة ما مستعدة نهائيا إنه تأخذ مكان خلية الجلد ولا خلية الجلد مستعدة إنه تأخذ مكان خلية المعدة وتتحمل الحامض فكل خلية يعني بمكانها الموجودة بيه بالجسم هي هتأدي وظيفة مناسبة الخصائصها وتكون عدها القابلية على التعامل مع المحيط مالتها هذا التركيب الأساسي مع الجسم يعني هو الشيء المنطقي فهذا التعامل بين الخلية والمحيط مالتها يكون أكو بيه خلنقول توازن وهذا هو اللي نقصد بيه بالهوميوستيسس أوكي الخلايا عاشة بحالها ومستقرة والأمور تمام والمحيط مالتها مانا دا يمشي يعني مستقر والأمور أوكي متوازنين أوكي ما حد دا يضايق الله خلنقول فالهوميوستيسس هي ككلمة الهوميو هي معناها like تمام تمام الهوميوستيسس هي كلمة إنجليزية يمكن قسم منكم تعرفوها هي معناها الثبات خلنقول او ركون يعني ركود أو السكون تمام فركود فهوميوستيسس كأنما راكد مو صحيح like ركود فإن شاء الله شنو أنه ماكو تغيرات ضخمة لذلك ماكو تغيرات شبيعة أكو حالة من التوازن والاستقرار محصلتها الخلايا اللي محققه الهوميوستيسس تمام فهذا الشيء أغلب الخلايا موجودة بي وتكون مستقرة تكون الأمور كل شيء لمن يصير أكو تغيير بالمحيط مال الخلايا لمن يصير أكو تغيير بالعوامل المعارضة إلها الخلايا بشكل يزيد خلي نقول الحدة مال العوامل مثلا خلية الجلد يعني تتعرض الأشعات شمس قوية عرفتش كلنا إحنا ملاحظة بالعراق كلنا لما نقعد بالعطلة يعني داخل البيت مثلا أو هاي جلد مالتنا لونه يفتح شوي بس نطلع بالصيف يعني بالجو فد ساعة ساعتين نشوف الجلد مالتنا أخذ لونه يختلف هذا لأنه اتعرض إلى محيط إلى عامل اللي هو ضوى الشمس أكثر من قابليته على الهوميوستيسس فاضطر أنه يسوي أدابتيشن جديد احنا هنا بعد اتجاوزنا الهوميوستيسس الهوميوستيسس إلى حد وراها الخلايا تبدي تتصرف غير تصرف تسوي تغييرات بتركيبها حتى تواكب الشدة مال العوامل الخارجية تمام؟ فهنا هاي العامل الخارجي لما نتغيرات الشدة ماتة هنا بعد يعني صار يعني نقدر نسميه سترس تمام؟ سترس هو معناه مثل شدة راح يصير شدة على النسيج أو على الخلية وهنا هتحتاج من الخلية تصرف حتى تحمي نفسها فبالنسبة لخلايا الجلد اللي الشون تحمي نفسها وتحمي الأنسجة الجواها من ضوى الشمس القوي تزيد الصبغة مالتها مال ميلانين بحيث اللون يصير أطوخ بس هذا شنه الفكرة من عنده من تزداد هاي الصبغة هي حتحجب ضوى الشمس ضوى الشمس والأشعة الفوق البنفسجية بعد ما تقدر تفوت من خلال الجلد وتسوي ضرر للأنسجة الأعمق فهذا هو أدابتيشن من الجلد تمام؟ يسوي حتى يواجه هذا العامل أو الفاكتر اللي يسبب للسترس اللي هو ضوى الشمس فهذا هو المبدأ فمثل ما قلنا الهدف من هاي التغيرات مثلا زيادة الميلانين بالجلد ورح شوية رح نشوف مثلا لما القلب يعني أكو الإنسان يعاني من ارتفاع ضغط الدم القلب وش رح يسويه رح يقوي العضلة ماته يضخم زيادة حتى يقدر يضخ الدم بشكل يقدر يعني يواجه بهذا الضغط المرتفع فهذا اللي الادابتيشنز هي وظيفتها تؤفويد سيل انجرين داث زيادة حتى تأدي الوظيفة زيادة وحتى الخلال نفسها ما تتأذى من الفاكتر اللي دي سبب لها سترس تمام؟ الاسترس هذا همنا الشان ما بالبداية كان اكو تغيرات بالمحيط مع الخلية تحتاج هوميوستيس زيان يعني الخلية تقدر تتعامل ويها تسوي توازن بعدين هاي التغيرات من تزداد كلش هتحتاج تصرف من الخلية وتسوي أدابتيشن هذن التغيرات يعني همنا هذا الأدابتيشن الى حد وراها الخلية بعد ما تقدر زيان ما تقدر تسوي أدابتيشن اكثر من هذا والاسترس بعدها موجود هنا رح نوصل الى مرحلة الانجري والانجري يعني هسا مثلا ما حنشوفه هنا بهذا الدايقرام الانجري ممكن تكون رباسابل ممكن تكون بيرمنت فاذا نرجع على هذا العسم النورمال سيل هي المرفض بالهوميوستيس زيان تعرضت الى استرس صاحلها يعني اخذت خطوة الادابتيشن نتذكر دائما جلدنا والتعرض لأشعات الشمس الصيفية المطبيعية مالتنا زيان وانه تاخد لون أغمق صار بها ادابتيشن هذا الشيء اذا يستمر ممكن يصير عندنا سانبا مو صحيح يحترق الجلد زيان وهذا الحرق يعني يكون فتشيح حقيقي نحتاجه يعني نحمي جلده من عندنا من عنده احنا وصلنا يا مرحلة وصلنا in ability to adapt اوكي الجلد بعد ماذا يتحمل انه هاي الأشعة مع الشمس قوية اش صعب يحترق احنا وصلنا سيل انجري اوكي السيل انجري زيان بها الحالة بالنسبة لل خلنا نقول الحرق الجلد هو هيكون يعني غالبا mild او ترانزستنت زيان ترانزستنت عفو يعني خفيف ويعني هو الوقت مجرد انه نبتعد عن الشمس الحرق مع الجلد راح يخروح فهنانا هو irreversible زيان بس اذا بقينا بالشمس فترات مطولة وعاندنا ومدرشنا احنانا راح يصير الحرق اقوى والجلد راح يبديد قهشة هاي يعني يمكن شاء فيها زيان احنا راح نوصل irreversible انجري زيان الجلد حرفينا الخلايا ما تماتت زيانو هنحتاج يعني ننتظر على الجلد يسوي خلايا جديدة زيان من صاحب irreversible انجري اتعرضنا هنا الى نكروسس والأبوبتوسس يعني هو بمعنى السيل ديث السيل ديث اكو بي نوعين راح نستكشفهم بنهاية المحاضرة بس حتى قطيكم فكرة بداية عنهم الأبوبتوسس هو خلينا نقول موت مبرمج موت مرتب يعني الخلايا تتوقعها وصلت نهاية عمرها او نهاية وظيفتها وهي بعد كنسلت روحها موتت روحها بشكل مرتب ما يسوي اي ضرره للجسم ولا حال فتشيء يعني شات داون خلينا نقول لشان ما نسوي شات داون للحاسبة الخلية سوي شات داون اه روحها النكروسس من الجهة اللخ لا غير متوقع للخلية ودائما يعني associated وهي يعني خلينا نقول حادثة مزيلا غير متوقعة غير مناسبة للنسيج ويكون وراها يصير التحاب يعني نتائجها موحلوة دائما النكروسس هو فتشي مرضي الأبوبتوسس ممكن يكون مرضي ممكن يكون ممرضي تمام وهذا فتشي حنستكشفه بال يعني السلادات المقبلة فمثل ما قلنا يعني المختار اللي ممكن تصير من الإنجري احنا مو عبرنا الادابتيش وصلنا للإنجري هاي قلنا انه ممكن تكون irreversible ممكن تكون irreversible irreversible لما تكون مالد وترانزيينت ونوخر الاسترس هذا التغير هاي الإنجري راح تروح واذا بقينا نتعرض للاسترس بشكل مستمع هذا الإنجري ممكن تصير irreversible وبعد نفقد الخلية على أساسها وممكن تنتهي بالسيل دي تمام فهاي ultimately eventuate in sell death يعني irreversible انجري هتودينا للسيل دي وreversibility مثل ما قلنا هي تعتمد على type ما للانجري type ما للانجري مثل ما قلنا حرق بالشمس حرق بالشمس يختلف عن حرق بالنار يختلف عن حرق بالحوامض والقواعد فحرق الشمس عادة يكون mild حرق القاعدة والحامض يكون severe و irreversible من البداية ما بي نقاش severity اللي هي يعني مثلا حرق نار versus حرق شمس اثنين هم thermal thermal burn يعني حرارة بس النار طبعا هي حرارة أكثر حرارة من أشعة الشمس و more severe دون أشعة الشمس وال duration التعرض لحرارة الشمس لأشعة الشمس دقيقة أو خلي نقول يعني بضع بطول يعني one minute زين راح يختلف عما التعرض لثلاثين من أوكي ف duration severity وال tag هذا اللي حكم هل انه الانجر راح تكون irreversible لا لا تمام ف نجي على مثال يعني خلي نقول الانجر الادابتيشن اللي راح ينتهي بانجر زين يعني يعني واحد من أهم الأمثلة يمكن هو اللي يتعرض للقلب زين بمواجهة ارتفاع ضغط الدم فممكن نشرح على دايقرام هنا زين فالقلب عادة يعني مثل ما نشوف نشوف بهذا النور هارت اكو هذا اللفت فانتركل زين وهذا الرايد فانتركل اذا تشوف هون الحائط او الوض مال اللفت فانتركل هو تقريبا ثلاث الى اربع مرات زين حجم الحائط مال الرايد فانتركل لما النور مال هارت يواجه زيادة بالضغط مال الدم ازان داخل الشراين مش هح يسوي حتى يقدر يضخ الدم مقابل هذا الضغط هيحتاج يقوي نفسه حتى يقدر تضعب مال القلب تقدر تطلع الدم يعني مقابل هذا الضغط تقدر تتغلب عليه هيحتاج يقوي نفسه فاش هيصير رايصير عندنا هنا مثل ماذا يصير بهذا الشكل الجدار مال القلب كلش تقوى زادت حجم الخلايا بحيث هنا نرى إذا نقارن هذا وحجم الول مال يمكن هذا أكبر منه ب7 إلى 8 مرات وهذا كلش يقبل هذا يوم يقال يوم تمام فهن الحائض مال كلش متوسع يعني كلش هايبرتروفايد كامبران هذا كل خلايا تحتاج غذاء تحتاج دم تمام حذني يعني كل ما تستمر هاي العملية توفير الدم من الشراين ما للقلب للعضلة ما للقلب رح يكون أقل من الحاجة بمعنى الدماند ما للعضلة القلب رح يكون أكثر من السبلاي ما للدم اللي موجود بشراين القلب لهذه العضلة بحيث بالتالي ننتهي بشنو ننتهي بهذه الحالة الفيلنج هارت لأنه القلب حرفيا هو القلب نفسه ما ده يقدر يوفي حاجاته بحد ذاته فهذا يؤدي إلى أنه يعني هذا فاتشي حنستكشفه احنا محاضرات الكارديولوج إن شاء الله عشان نصير هاي التوسع مع الفنتركلز وشان يصير الهارت فيلير بس نهايته يعني هذا هو واحد من الأمثلة على البور أدابتيشنز يعني أو البثولوجيك أدابتيشنز اللي هي هايباتروفي وينتهي بالهارت فيلير وهنا بالنسبة للأترافي فهذا بالنسبة للأترافي فهو حالة بعدين همنا نستكشفها الأترافي معناها الضمور أو الأضمح نستكشفها بعدين بالمحاضرات الكارديولوج إن شاء الله فعندما أرجع على الشرح مثل ما قلنا عضلة القلب تكبر حتى تتغلب على الهايباتينشن وهذا يعني يصير من خلال الهايباتروفي الهايباتروفي مصطلح هسا رح تنجي نشرحها شنو معناه فهذا الهدف من الزيادة بالحجم هو حتى ننتج يعني انقباض قلب يكون أقوى حتى نتغلب على الضغط مال الدم بالبداية هذا التغير يكون إذا الهايباتينشن كان مال إحنا همنا نرجع على الفاكترات هذني اللي هي الـ 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 والدوريشن إذا الهايباتينشن كان مال ومو يعني من ناحية الـ مال فهو مال من ناحية الـ ومن ناحية الدوريشن مال مال مكان هو عالج ناب سرعة وسيطحنا عليه إحنا هنا هنكون محققين الـ نقدر أن يكون بس إذا هو سيفير وهو مطول هنا نبعد لا هنا هذا الـ الـ رفع سبول ومن قد نتجاوز فهذا في المثال بسيط عن الـ اللي ممكن ينتهي بـ وبعدين ممكن ينتهي بـ ديف سيل ديف هنا راح نشوف أمثلة نزيل أمثلة ماكروسكوبك نزيل ماكرو هذا الماكروسكوبك بالـ معناها بالعين المجردة تمام فبالعين المجردة نشوف بالصور رقم واحد هذا قلب صحي نزيل ما بي أي مشكلة normal ما يسايت سماتم زين الجدار مع القلب مات هنان هاي يعني مع left ventricle ثلاثة إلى واحد تمام هذا ثلاثة هذا واحد النسبة مالتهم وفتشي كلش صحي ماذا نشوف بأي سكار ماذا نشوف يعني ماكو بي ندبات هاي ندبة صغيرة زين يمكن يعني وقديما بينهم هذا شخص يمكن صاح هتلذبح سابقا بس بصورة عامة من متعرض إلى كارديومي قلي ما صارح لها هاي التغيرات مال يعني مال نجي على صورة اثنين وإحنا ندب نشوف أنه يعني القلب كبران بشكل مو طبيعي اللومن أو التجويف مال تقريبا مختفي هلقل عضلة القلب كبران حتى تقدر يعني تتخطى أو تتجاوز الضغط مال أوعية الدموية التجويف مال القلب من نفس الحالة بالنسبة لغايت همنا هذا كبران ومعرف هذا الادابتاشن نوصل هنا هاي اثنين هي صار الادابتاشن بالحيبر تروفي الأخير صار سيل ديث بعد هاي هنا نجي إذا نشوف هذا البياض كل بالعضلة مال القلب هذا كل عبارة عن نسيج ميت زي أنه متحول إلى خلي وهذا نسيج يعني مايوسايت ميت هذا اللي نسميه بالمايوكارديال انفاركشن خلي اكتبوكم ياهم مايوكارديال انفاركشن واللي هو احتشاء عضلة القلب أو موت عضلة القلب وهذا هو اللي يمثل السيل ديث بالنسبة ل مايوكارديال تمام فإحنا مرينهم بالعمليات كلها من النورمال هارت إلى ال أدابتيشن وصولا بالسيل ديث هذا لأنه يعني وصلنا السيل ديث هنا هلقذ الجدار مال القلب شبير السبلاي مال الدم والنوتريين ماذا يكفي الحاجة مال هاي العضلة كلها بحيث بس شوية يزيد الضغط بس شوية الشخص يسوي لها تحتاج أنه قلب يضخ أقوى بعد ما يقدر يوصل محل أنه الخلايا تبدي تموت بهال بساطة فهذا مثال على هذا الشيء هسا نبدي بالسالة لها هادابتيشن هسا هادابتيشن هسا أخذنا عليها مجموعة من الأمثلة هزان بس بالواقع هنا الشيء بالمتابليج السالة هادابتيشن يعني أكو بيها فيزيولاجك وأكو بيها بأثالاجك شون نعرف الفيزيولاج يعني شون الفقر بين الفيزيولاجك والبأثالاجك اللي يحكمها بالواقع هو خلنقول المسبب هزان هل إنه المسبب مال هذا الادابتيشن هو عملية فسلجية طبيعية لو المسبب مالتها هو عملية مرضية كمثال قبل شوية احنا نحن نحجي على القلب العضلة ماتتا مضخمة زين ويعني من تيغل نقول هو مال الادابتيشن اللي هو الهايباتروفي السبب مال هذا الهايباتروفي هو ضغط الضغط هو مرض إذن هذا باثالاجك ادابتيشن تمام بها البساطة الفيزيولاجك ادابتيشن مثلا راح نشوفها شوية خلق أشوفكم المثال زين اللي هو مال الحمل تمام الحمل و خلال يعني خلال فترة الحمل والأرضاء فاليوترس زين الرحم مال المرأة تقريبا يعني بالبداية قبل الحمل هو يكون هذا حجمه حجمه هو يعني كوزن 150 غرام تمام غرام هاي بداية الحمل بالشهر التاسع لما يوصل لهنانا هو وزن يوترس يوصل تقريبا ألف غرام والهدف من هاي الزيادة نزيل هو حتى أنه الرحم يقدر شيء للطفل نزيل خلال هاي الفترة فهاي يعني عملية الحمل هي عملية فزيولوجية ما بها أي مرض ما بها أي شيء فهي تنحسب فيزيولوجيك نفس القصة بالنسبة للبرست والإنداعج ما تماتل اللي راح نناغشه ورشوه إن شاء الله بس هاي يعني حتى أفهمكم شون الفرق بين الفيزيولوجيك وبين الباثولوجيك باثولوجيك يعني الفرق بناتهم يعتمد على السبب هل إنه السبب مال هذا التغيير هو عملية طبيعية لو السبب ماته هو عملية مراضية تمام فس